هل تعلم أن أول إيجاز حققه ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن حدثا تاريخيا عابرا بل كان حدثا قلب الموازين وغير مجرى الإنسانية ربما تكون سمعت عن معجزات صاحبت ذلك الميلاد لكن هل سمعت عن لحظة ميلاد حرية فور ولادة النبي محمد جاءت الجارية ثويبة السلامية تبشر سيدها أبو لهب بأن أخاه عبد الله قد رزق بمولود وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان في لحظة فرح غامر أعتق أبو لهب ثويبة نعم أبو لهب ليكون هذا أول إشعاع من نور الحرية الذي أضاء العالم مع ميلاد النبي هذه اللحظة لم تكن مجرد تحرير لجارية بل كانت البداية الحقيقية للرسالة النبي العظيمة تحرير الإنسان من كل قيود العبودية والظل إذن نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله لهذا ابتدأ الصحابي ربعي بن عامر خطابه لرست ملك الفرس يحدثه عن المعنى الأصيل للحرية الذي تلقاه من معلمه الأول ومعلم البشرية جميعا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تلقى العالم عن الرسول معنى الحرية؟ هذا المعنى العظيم قبل ميلاده في الثاني عشر من ربيع الأول كان الإنسان يرزف تحت أغلال الرق الناس مقسومون بين سادة وعبيل العبيد يباعون في الأسواق والسادة الأحرار عبيد لأهوائهم وضلالهم حتى بعث الرسول الأكرم بالوحي فحرر الإنسان ومنحه قيم الكرامة والحرية وجعل معيار التفاضل بالتقوى فصار أولئك العبيد لخالطون الناس ويزوجون ويتزوجون بل ويتسيدون المجتمع فهذا بلال كان قبل ربيع الأول عدا لأمية بن خلف حتى غدا بعد الربيع مؤذن الإسلام وصوته الصداح وسيدا للمسلمين كما يؤبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه عن أبي بكر الصديق يوم أحتق بلالا فقال سيدنا وأعتق سيدنا وعندما حمل عرب الجاهلية الفكرة الحضارية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم غيروا مجرى التاريخ وأصبحوا سادة لهذا العالم التقط تلك الصورة الكاتب الأمريكي مارشال هوديسونت قائلا لو جاء زائر من المريخ إلى الأرض في القرن السادس عشر فإنه كان سيظن بأن الإسلام على وشك أن يسود العالم بأكمل اليوم ومع ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام نقف لنتأمل المعنى النبوي الذي يشكل مصدر الإلهام للمجتمعات العربية المسلمة اللحظة التي عرف العالم معها معنى الحرية معنى أن لا يسلم الإنسان حياته لطاغية أو ظالم أو مستبد يتحكم فيها كيفما يشاء وإنما يسلمها لله وحده حتى ولو كلفه ذلك حياته فهل يحضرك مشهد من ذلك الإلهام في واقعنا هذا اليوم؟ نعم يحضرني كثيرا ربيعنا العربي في العام 2011 عندما ضاقت بالشعوب العربية حالة الاستداد خانق وصطوة الطغاة المتعاقبين على الأقطار المختلفة هيمنت على حياتهم اليومية قيود ثقيلة تحول دون عيشهم حياتهم الإنسانية وحولت آليات القمع التي مارسها أولئك الطغاة ذلك الإنسان المفطور على العزة إلى إنسان مقهور مهدور الكرامة حينها خرجت الشعوب منتفضة تنادي بربيع عربي كان عنوانه الأول الحرية فكان الربيع الأول إلهاما من ربيع محمد بن عبد الله نيلاد الحرية ترجمة نانسي قنقر